سكاي ريلز منصة متكاملة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتحلل مستخدم تحويل النص أو تحويل الصورة إلى مقاطع فيديو احترافية بجودة سينمائية عالية متابعي قناة كل يوم موقع جديد أهلا بيكم على القناة نهاردة إن شاء الله حنتكلم عن سكاي ريلز وسكاي ريلز في الأساس هو عبارة عن نموذج مفتوح المصدر إن شاء الله حطت لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو اللي حبي يستخدمه اللوكالي عنده على الجهاز أو على كونفي يو آي فهو موجود بشكل مفتوح على هاجينجي فيز زي ما قلتك نحط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو وباستخدام بطاقة رسومية واحدة أو جي بي واحدة تقدر أن أنت تنتج فيديو بدقة 544 بيكسل في حوالي 80 ثانية ده اللي يحب يحمله ولكن النهاردة تركيزنا هيكون على منصة سكاي ريلز اللي بيميز هذا النموذج اللي أحكلم عنه النهاردة هو سكاي ريلز V1 اللي بيميز هذا النموذج اللي أتيح في 18 فبراير 2025 وتم الإعلان عنه أن النموذج ده بيركز على الفيديوهات البشرية لأنه بيدعم تعبير الوجه بيدعم لحد 33 تعبير وجه وأكتر من 400 حركة طبيعية وبالتالي الفيديوهات اللي طلع من خلال هذا النموذج بتعكس بدقة المشاعر البشرية النهاردة هنجربه على موقع سكاي ريلز وهو الوجه الرسمية واللي بيميز الموقع كمان أنه فيه إمكانية فيه تعليق صوتي وفيه لبسينك موجود داخل الموقع ودي أيضا من الأدوات الموجودة النهاردة هنجرب مع بعض سكاي ريلز V1 ونشوف الإنتاج بشكل عملي ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجع لكم مرة تانية على موقع سكاي ريلز V.AI وطبعا هتسألوني السؤالي الشهير هل هو فيه خطة مجانية ولا لأ ولكن للأسف الشديد لا يوجد خطة مجانية ولكن يوجد 3D welcoming credits هتدي credits كده ترحبية لمدة 3 أيام فحاول أنت تستغله في 3 أيام لأن أعتقد بعد كده بيروحه أنا أول ما هتسجل هتلاقي فيه 50 credits أو 50 credits زي ما قلت لكم طبعا إحنا النهاردة جايين نجرب السكاي ريلز V1 وحتلاقي فيه بعض الفيديوهات قبل ما نروح للفاصل وردت بعض من هذه الفيديوهات اللي تم إنتاجها بوسطة سكاي ريلز طبعا فيه lip sync أنت تقدر أنت تخلي الشفاة تتكلم الأداء الموجودة فيه generate drama من السكريبت عن طريق سكريبت معين بيبتدي أنه يعمل لك بيه دراما أعلى نبص على generate drama برضو عشان ناخد برنا هنا تقدر أنك أنت تستخدم سكريبت معين وتختار الكاركتر يعني تمشي كده بسيكونس معينة في هذا الموضوع ولكن طبعا زي ما قلت لك إحنا لدينا 50 credits بس نجرب بيها السكاي ريلز V1 من الأسف الشديد هنركز على هذه الجزئية فقط لكن بالنسبة أنت تعمل short film الناس اللي كانت عايزة مثلا تعمل فيلم دعائي أو حاجة طويلة شوية ممكن تستخدم الجزء المتعلق بالAI drama يلا بينا نشوف مع بعض وندوس generate video وهنا فيه إمكانية أنت ترفع صورة وفيه إمكانية كمان وفيه first frame أعتقد أكيد حيكون فيه last frame وهنا تحط التكست بتاعك يخد بالك أنت بيبقى لك لمتس معينة فما تحطش تكست كبير قوي ممكن تفعل الخاصية الخاصة بالAI write لو حابب أنه يساعدك فيها ولكن أنا حدت الأمر من شات جي بيتي وحطيته هنا direct طبعا storyboard وهنا دست على storyboard ومن اسم storyboard فيه إمكانية أنت تعمل كذا فيديو وبالتالي تقدر أنك أنت تعمل بقى مشهد طويل شوية كل مشهد مثلا خمس ثواني لو أنت هنا في الخطة المجانية للأسف كل فيديو بيستهلك 25 credits ولكن الهدف أن نحن نجرب جودة الفيديوهات نعم أخير بتقرر إيه النموذج اللي أنت عايز تستخدمه إيه الموقع اللي أنت عايز تستخدمه أنا شايف أنه ما بياخدش وقت كبير أنا شايف أنه وصل 32% في وقت قليل هنا ده الفيديو تم إنشاؤه الشخص بيبص كده في لو أنتو خدتوا بالكو بيبص في الكتاب وبيحرك الكتاب وجنبه الكوفي وطبعا المشهد رائع وسينمائي وطبيعي جدا عملت داونلو طبعا حيكون فيه ووتر مارك هنشوف دلوقتي شكل ووتر مارك دلوقتي حيظهر قدامك الفيديو وتشوف شكل الفيديو بالووتر مارك فيه كمان إمكانية ليه الليب سينك وهنا أنا دوست على الليب سينك علشان ممكن أجرب إن أنا أطايب التكست الشخص يتكلم بصوت عالي وممكن أختار هل هو حيتكلم لب سينك يعني شفايفه كده وهو بيتكلم بيتبان وهو بيحركها ولا ناريتور شخص هو اللي بيحكي الموضوع تقدر تعمل الاتنين دول وتقدر أن أنت تعمل هنا في الستوري بورد تقدر تعمل فيديو تاني لأن إحنا لنا 25 أنا بس حبيت أوريك إمكانية أن أنت ترفع أوديو والجزء المتعلق بيه الليب سينك وهنا الأوديو لازم يفات طول الفيديو نفسه يعني دلوقتي الفيديو تلو خمس ثواني فلازم أنت ترفع أوديو يناسب الخمس ثواني دول سواء كان MP3 أو WAV ده بالنسبة للفورمات الخاص بالأوديو بالنسبة للناريتور زي ما قلتلك لب سينك وناريتور شخص بيحكي أو هو بيتكلم شخص نفسه يعني شفايفه هو بتتحرك وهو بيتكلم وهنا ممكن تختار الشخص ده يكون مواصفاته إيه اللي حيتكلم موجود عندك ليست بالموضوع ده وتختار الأيج وتختار طبعا هو هنا رجل فانت هتختاره طبعا هنا في الجن ده الرجل وهنا السرعة بتاعة الاسبيد كمان تقدر أنت تتحكم فيها هنا نعمل فيديو تاني ونشوف في الستوري بورد ده نعمل حاجة تانية ممكن أنا أقول add a new video في الحالة دي هنا يوز lost frame for image to video وهنا ممكن أقوله the man is leaving the coffee shop هنا الشخص هيغادر ال coffee shop وهبتدي أقوله create ونشوف النتيجة بتاعة الفيديو التاني هنا قلتله the man is leaving the coffee shop واستخدم آخر frame ونشوف النتيجة مع بعض بصوا الفيديو يعني الشخص هو M وغادر مكانه أو صحيح ما غادش معك كتاب بس هو قام وغادر المكان بتاعه الحركة حلوة جدا وطبيعية جدا زي ما إحنا شايفين بعد ما بتخلص بعد ما بتخلص الستوري بورد نفترض بقى أنت في الخطة المدفوعة عامل أكتر من scene نبتدي نعمل export ونعمل export لall the clips بالنورمل طبعا الHD حيكون موجود في المدفوعة هو حينزله كذيب فايل حيكون فيه two videos ممكن تاخد أنت two videos وتعمل بهم منتاج أو تعمل لهم منتاج بقى أو تعمل transition ما بين الفيديو والآخر عشان هو مش هامل دمج مش هامل merge ما بين two videos ولكن طبعا هنا الموضوع هيبقى مهم لو أنت عندك عدد كبير جدا من الفيديوهات ومش حابب أن أنت تعمل download لفيديو فيديو بالحالة ذي وفضل أن أنت تعمل export لكن لو أنت عندك فيديو أو اثنين ممكن تعمل download لكل فيديو ظلا على حدة وذا بتيتي تعمل له منتاج داخل البرنامج المونتاج طبعا تقدر تعمل فيديوهات single تقدر تعمل storyboard زي ما أنت عايز أنا بس كنت أحب أن أنا أوريك حاجة جديدة أو مختلفة شوية نتيجة بتاعته جيدة وجودته عالية وإحنا جربناه النهاردة زي ما قلت لك تقدر تستخدمه بشكل locally على الجهاز بتاعك تخدمه locally على الجهاز حيلزم خلفية تقنية وأيضا حيلزم جي بيو تكون إمكانياتها جيدة حبيت أننا ننوه على هذه الجزئية زي ما قلت في نهاية كل فيديو أتمنى يكون كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم ويا ريت لا تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل على كل جديد لو فعلا عجبك اللي احنا بنقدمه لو كنتم متابعين الأعزاء تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته